السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعين أما بعد دكتور جمال فرحان online courses introduced to you a free lecture for further more information معلومات زيادة تقدمة contact us through our social media ممكن تواصل من خلال social media الظاهرة في الشاشة seen in the screen or you can go to the comment section below and the description في خلالة الوصف أو التعليقات تحت هتلاقوا رابط مباشر في الواتساب بزنس not to take more of your time عشان ما نأخذ كثير من وقتكم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله تستفيدوا من هذه المحاضرة بالتوفيق للجميع بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل في محاضرة الكربوهيدرات الجزء الثاني بارتو خلصنا جزئية الداي والبولي والبولي خلصنا فيها جزئية الهومو بولي سكرايد والآن وصلنا على الهتيرو بولي سكرايد اللي هي آخر جزء من أجزاء المحاضرة وآخر جزء من جزئية البولي سكرايد طيب مثل ما ذكرنا في البداية الهومو هو المتجانس اللي هو يتكون من من نفس النوع يعني البولي سكرايد يتكون من العديد من المونو سكرايد لكن نفس النوع يعني جلوكوز لوكوز لوكوز نفس السكر نفس الشقر لكن الهتيرو اللي هو الغير متجانس الهتيرو هيتكون من نوع من الشقر ونوع آخر من الشقر يعني أنواع مختلفة سواء كان شقر أو مادة أخرى يعني طيب آآ they contain آآ other sugar derivatives يعني مشتقات السكر such as وأذكر أمثلة عليها وهي آآ minor sugar uronic acid وcylic acid وبدأ بالتفصيل فذكر في البداية النوع اسمه النوع الكبير اللي هو اسمه glycose aminoglycan مثل ما أنه بالعادة إنه إذا بدك تنطق كلمة صعبة لازم نقسمها آآ glycose aminoglycan آآ و glycobrotein طيب أبل ما نبدأ بالتفاصيل النوع الأول اللي هو سواء يعني هذا الجزء من هذا يعني نحن نعرف الفرق الآن لكن النوع الأول عشان نعرف قبل ما نبدأ بالتفاصيل النوع الأول هو عبارة عن آآ يعني sugar عن سكر وارتبط في بروتين فأصبح هاتيرو فأصبح هاتيرو النوع الثاني هو بالأصل بروتين بعدين ارتبط بشقر فأصبح هاتيرو بوليساكرايد فالفرق الآن النوع الأول هو أساسا سكر هيرتبط في بروتين هيعطينا الهاتيرو أما الثنوع الثاني هو أصلا بروتين وحنعرف التفاصيل طيب بروتوجلايكان and جلايكوز أمينوجلايكان which associated with the structural element of that tissue يعني في بعض التيشو اللي هي الأنسجة يعني يدخل المكون يدخل يعني هذه المركبات تدخل في تكوين أنه بعض المكونات في الأنسجة في جسم الإنسان أما الجلايكو بروتين وذكرنا أنه في الأصل هو بروتين which are بروتين يعني ذكر في الأصل أنه هو بروتين containing oligo saccharide they are found in many situations include cell membrane ذكر أيضا أنه يدخل في تكوين جزء من cell membrane اللي هو الغشاء الخلوي للخلية فهو عبارة عن بروتين أساسا ويحتوي أو يرتبط مع oligo saccharide فأصبح لدينا هتيرو polysaccharide طيب هذا هو كما ذكرنا جلايكوز أمينو جلايكان اللي هو هذا رقم واحد هو نفسه هذا الاسم جلايكوز أمينو جلايكان جلايكوز أمينو جلايكان or or myoco polysaccharide يعني شوف كتب أصلا هذا اسم آخر يعني myoco polysaccharide يعني هو بالأصل أنه شقر ارتبط مع بروتين أو هو بالأصل سكر الثاني اللي هو جلايكو بروتين عفوا بروتو جلايكان عفوا أيوة جلايكو بروتين هيكون اسمه myoco myoco هيكون اسمه myoco بروتين أما هذا myoco polysaccharide طيب بدأ بتفصيله في الجلايكوز أمينو جلايكان وذكر أنه R-complex كربوهيدرات يعني هو أساسا كربوهيدرات containing أمينو شغر and urinic acid they may attach on protein molecules to form بروتو جلايكان يعني هو بالأصل بوريساكرايد أو complex كربوهيدرات هي نفس المعنى بوريساكرايد أو complex كربوهيدرات هو بالأصل يعني كربوهيدرات إذا ارتبط مع بروتين may be attached to بروتين إذا ارتبط مع بروتين هيعطينا مركب يسمى بروتو جلايكان اللي هو ذكرنا ذكرنا في هالنقطة الأولى أنه فيه شيء اسمه جلايكوز أمينو جلايكان وشيء تاني اسمه بروتو جلايكان فهو بالأصل اللي هو جلايكوز 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 أمينو جلايكان بوريساكرايد إذا ارتبط مع بروتين سيعطينا بروتو جلايكان طيب فوصلنا إلى هذه النقطة وذكر أمثلة من الجلايكوز أمينو جلايكان اللي هي رقم واحد هيلورينيك أسد والكندروتين سيلفيت والهيبارين وهي ذكر الستركشورال فورم للأمثلة تبع الجلايكوز أمينو جلايكان هذا هو رقم واحد اللي ذكنا هو هيلورينيك أسد هذا الهيلورينيك أسد اللي هو جلايكوز أمينو جلايكان إذا ارتبط مع بروتين مثلا إذا ارتبط مع بروتين زودنا له بروتين سيعطينا المركب اللي كان يسمى بروتو جلايكان أهم شي نوسط الفكرة هذا الستركشور التبع الهيلورينيك أسد الثاني اللي هو كرقم اثنين كوندروتين سيلفيت أيضا نفس الشي إذا ارتبط مع جلايكوز أمينو جلايكان سيعطينا بروتو جلايكان والأخير اللي هو الهيبارين أيضا نفس الشي مثال الجلايكوز أمينو جلايكان طيب الآن إجلل البروتو جلايكان نفسه اللي هو البوليساكرايد جلايكوز أعرفه سبقني قبل ما أقول الجلايكوز أمينو جلايكان هو أصلا جلايكوز أمينو جلايكان التاتش يعني ارتبط مع بروتين موليكيوز فإضافة الجلايكوز أمينو جلايكان للبروتين أعطانا ناتج يسمى مركب بروتو جلايكان فهي بكل بساطة البروتو جلايكان والجلايكوز أمينو جلايكان أما النوع الثاني من الهيتيرو اللي هو جلايكو بروتين مثل ما ذكرنا ميوكو بروتين اللي قبله اللي هو جلايكوز أمينو جلايكان كان اسمه ميوكو بوليساكرايد لأنه هو أصلا شغر لكن هون مذكر ميوكو بروتين لأنه أصلا أساسا بروتين جلايكو بروتين اذكر عنه بروتين ر بروتين يعني هو بروتين متفرع وغير متفرع من الوليغوساكرايد اوكير انسل ممبرين يعني هو يدخل ايضا في تكوين السل ممبرين للغشاء الخلوي يعني هو من الاخير بروتين يحتوي على الليغوساكرايد يعني هو في الاصل بروتين هذا الستركشور التابع وايضا هاي صورة وضيحية اخرى للتفاصيل بالسل ممبرين طبعا هاي سل ممبرين والبيلاير غير مطالبين في هذه الجزئية يعني ما اتدقوا كتير بالستركشور الا بالاشياء الروابط مثل ما ذاكرنا سابقا هي الفا وان تو فور الفا وان تو سيكس الفرق بين الفا وان تو فور الى بيتا وان تو فور انو البيتا وان تو فور ما تنهضم ذكرناها بالمحاضرة السابقة واخيرا نصلنا الى نهاية المحاضرة هون نصيحة بسيطة على الكربوهيدرات انو الكربوهيدرات تتحول لفاة لفاة لدهون تخزن تحت الجلد على شكل دهون في معلومة بسيطة احب اشاركم اياها عن الكربوهيدرات هتاخدوها او هتعرفوها بعد البيزيك في البيوكوميستري يعني هو بعد ما تخلص البيزيك اللي هو الكربوهيدرات الليبد الانزايم والبروتين بعد ما تاخد مجموعة البيزيك من الكربوهيدرات حيجي كورس تاني اسمه النيتروشين كورس التغذية حيجي يفصل في المسارات والميتابوليك تبع الكربوهيدرات تبع الفاة تبع البروتين في الجسم الانسان وين تروح وين تتحول كيف الجسم يستخدمها للطاقة كيف الجسم يستخدم الجلوكوس حتى يحوله للطاقة فنبدأ بسيطة ومعلومة بسيطة عن الكربوهيدرات هي اختصارة CHO أنه لها ثلاث مسارات أساسية أول مسار أنه تستخدم مباشرة تستخدم كمصدر للطاقة الجلوكوس يستخدم كمصدر للطاقة على طول ما تخزن ولا أنه تأكل من هون تصرف من هون بكل بساطة أما الثاني أنه جزء بسيط منها يعني كان فيه زيادة بسيطة لا بأس فيها حيخزن على شكل جلايكوجين جلايكوجين اللي هو ذكرناه مر علينا مر علينا مر علينا اللي هو ستوريج ان انيمل ذكرناه في في البوليسكرايد هو عبارة عن شكل آخر الجلوكوز يعني الجلوكوز يتحول إلى جلايكوبروتين للتخزين الجلوكوز ما يخزن على شكل الجلوكوز يخزن على شكل جلايكوبروتين غالبا يخزن في الليبر اللي هو الكبد أو المسلز في العضلات فهذا مسار الثاني إذا ذكرنا الأول أنه يستخدم مباشرة الثاني يخزن بشكل بسيط على شكل جلايكوبروتين يستخدم عند الحاجة والشكل الأخير إذا كان زيادة مفرطة هيخزن على شكل فات أو لبد أندر سكن وهي أي نقطة أحذر منها السلايد عن الكربوهيدرات يعني أنه ما تستهلك كربوهيدرات بشكل كبير فقط هي بكل بساطة كانت الكربوهيدرات إن شاء الله يكون الشرح كان واضح والسلام عليكم ورحمة الله